السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير اليوم سوف نقوم بتحضير سوس البيتزا و طريقة الاحتفاظ بها خارج المجمد لمدة سنة او اكثر هكذا تستغلوا وقت الطوماتيش ووقت ما تحبوا تخطموا بيتزا السوس نتاعكم تكون وجدة طريقة بزاف سهلة والذوق نتاع السوس بزاف رائع مباشرة نحن نشوفوا طريقة التحضير اول حاجة سنبدأ بها سنعقم البلارات يكونوا بلارات نتاع زجاج درتهم داخل غسلت الاواني هما بالمغطات نتاعهم الي كان عندكم غسلت الاواني رح تديروا نفس الطريقة اللي راني ندير فيها واذا ما كانش عادي تقدروا تديرهم في قدرة كبيرة البلارات بالمغطات نتاعهم وتخلوهم يتعقموا انا هنا هادرت لعفوا البلارات داخل وما درتش صابون كما راكم تشوفوا فتحت عليهم ثلاثين دقيقة نخليهم يتعقموا وانتوما اليك هندرتوا في القدرات ثانية خلوهما بين عشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة هكذا يكونوا البلارات متاعكم اتعقموا بعد ما فتت ثلاثين دقيقة وفتحت عليهم احنا راكم تشوفوا مازالهم سخونين ومش مخين فيهم هذك اندام الداخل انا راح نخليهم في الغسالة ينشفوني تماما في الوقت اللي نكون نحضر فيه في السوس البيتزا وقبل ما نبدأ نعمل راح نشوفهم املح اما ذركا وفوتو طريقة تحذير السوس البيتزا عندي هنا كيلو نتاع طماطيش احسن تكون طيبة شوية يعني تكون نسبة المياه فيها كبيرة ونحتاج ثلاثة حبات بصل متوسطين الحجم ونحتاج سنات انتعتو ونحتاج ورقات انتعرند بالنسبة للثوم والبصل تديروا على حساب الكمية انتع الطماطيش اللي عندكم هنا مباشرة مغسلت الطماطيش مليح احيط لها بركة كرس طماطيش يكون شوية يابس وخليتها بالقشرة وقطعتها هكذا الشكل عشوائي واذا كانت عندكم قدرة كبيرة عادي تديروا الحبه على الزوج ولا على ربعة في الاخير سترحوها نكمل كامل الكمية انتع طماطيش بعدها نفوت نقطع البصل ثاني نقطعوه شكل عشوائي اما بالنسبة لكمية انتع البصل والثوم ثم راح تديروا على حساب الكمية انتع طماطيش اللي عندكم مثلا انا درت كيلون انتع طماطيش درت ثلاثة حبات تعبس المتوسطين الحجم وزدت عليهم حوالي من عشرة حتى الخمستاش سنة انتع ثوم ثاني نقطع الثوم بهذا الشكل عشوائي ورلا نديروهم حبات الداخل ونزيد عليهم هنا يا مغرف كبيرة انتع زعتر يعني هنا عندي زعتر البري مش زعترة كما تقدروا ثاني تستعملوا الزعترة ونزيد عليهم الملح ونزيد عليهم كاس نتاعتي زيت زيتون كما تقدروا تتعملوا الزيت الهادي مباشرة هكذا نضيهم فوق النار بلا ما نزيد لهم ولا قطرة انتعموا برك خيروا الطماطيش اللي تكون الطماطيش تكون طيبة يعني تكون الكمية انتع المياه فيها هكذا راح تطلق لكم الماء هنركم شوفته بعد ما غليت شوية هذيك الطماطيش والبصلة يبدأ تطلق في الماء انا راح نخليها على نار متوسطى بلا ما نغطيها خليها حتى هذيك الطماطيش والبصل يطيبوا تماما وتطلق لي هذيك السوس انتاحة بعد ما تبدأ تطلق الطماطيش في الماء انتاحة شوفوها الي كانت جاتكم شوية حامضة تقدروا تزيدوا لها سكر اما بالنسبة للقوامن السوس كين اللي يحبوها تكون ثقيلة وكين اللي يحبوها تكون خفيفة انا بعد ما طابت لي الطماطيش والبصلة خليتها عقدة لي حوالي 10 دقايق و لاحظة نشفت شوية من هذا كلمة بعدها مباشرة نطفت عليها وهي سخونة راح نبدأ نرحيها اول حاجة نحيت الورقات وهنا نبدأ نرحي فيها ونتأكد مليح باللي راحيت البصلة والثوم والطماطيش بعد مرحيتها هذا هو اللون وهذا هو القهوام انتحها الى كان بعد مرحيتوها شفتوا القهوام انتحها شوية خفيف فقد تقدروا تعود وترجعها للنار تخلوها حتى تثقال شوية وتنحوها اما ذوكها راح نعطيكم اسرار الاحتفاظ بالمصبارات اول حاجة من الاحسن يكونوا بلارات انتع الزجاج ثاني حاجة يكون التعقيم يعني لازم تعقموهم في المسخون تديروا بنفس الطريقة اللي درت ثالث حاجة نشفوهم يعني ما تكون شوية قطرة انتع الماء في البلارات داخل ولا في المغطاء ولا في الفم انتع البلارات هذو هما الاسرار انتع الاحتفاظ بالمصبارات هكذا بشي يشدوا معاكم مدة طويلة بركنا مباشرة نبدأ نفوت نعمر في البلارات انا راكم تشوفوا عندي البلارات الحجم صغير على حسب الافراد العيلة انتعي هكذا كل ما نحتاج ان نحتاج علبة وحدة ولا الزوج وانتو ما ديروا الحسب العيلة انتعكم كبيرة ديروا بلارات يكونوا كبار شوية في الحجم ديروا نفس الطريقة اللي راني دايرتها ديروا فوتها تحت البلارة لانه السوس تكون سخونة وما تقدروش تحكموا البلارة ابيضكم اما بالنسبة للسوس لا تخلوها تبرد مرة مباشرة هي سخونة ديرواها في البلارات وعمرو السوس انتعكم شوية بهذا الشكلين دايرتها متخلوش الى النص كل ما عمرتوك كل ما كانت المدة انتعى التصبير انتعى وانتعى الاحتفاظ اطويلة بعد ما تعمروهم امسحوا الفم انتعى البلارة متخلو شوية نقطة من هذيك السوس سايحة بعدها تغلقوها كتغلقوها قلبوها خلوها 10 دقائق و 4 ساعة وما مقلوبين كتفوت 4 ساعة عاودو تأكدو بلي مساح الكموالو وزيروها بنفس الشكل ديروا اي فوته انتعى مطبخوا لا حاجة نقياه غلفوا بها هذي البلارات انتعكم وخلوهم 24 ساعة على برة بشرط ما تقيسوهم اشياء بعد ما تفوت 24 ساعة نحوهم من هذي الفوته وحتفظوا بهم في البلاكارات يعني متحتاجوش حتى تديروهم في المجمد ويدوكم بلاسا اكيد بعد ما تحبو تستعملوا من هذي السوس راح تفتحوا البلارة الى كان الحجم انتاحها كبير وفضلت لكم هذيك السوس ما كونش راح تزيدو تحتفظوا بها في البلاكار ولا راح تديروها في الثلاجة تشدلكم حتى الاسبوعين وهنا كنا وصلنا نهاية الفيديو نتمنى الفيديو عجبكم ان شاء الله تستفادوا منه وتجربو انتو مثاني هذي الطريقة انا بمقاليغ نقولكم انتظروني في فيديو لاحق ومع السلامة اشتركوا في القناة